بسم الله الرحمن الرحيم عزائي طلبات وطالبات صف السنة السنوي اهلا بيكو في المراجعة النهائية والختمية للعام 21 في مجد الكيميا التربية الثاني النهاردة بعد المجهود السابق هندن لكم مذكرة فيها حلول اه كاملة للاسئلة اختار متعدد واسئلة مفهوم علمي عشان المقالي وبعض اه الاسئلة المتوقعة في المقالي اه راجع الفيديو عدة مرات بحيث تتعرف وتفتكر الاجابات الصحيحة اه وان شاء الله هتلاقي منها اسئلة كتير اه امامك في التاب غدا تابع معايا وشوف تحضيرات اه وشوف مسلا اهمية جهاز النفورة باستخدمه فيها عشان اكشف عن النشادر انها اه مادة قاعدية او قلوية اه شوف جهاز تحضير حمد الناتريك وشوف ليه درجة الحرارة افروض ما تزدش عن مية درجة حتى لا يتحلل حمد الناتريك اه تعرف على زالة الخمول الكيميائي اللي هي عدم تفاعل حمد الناتريك المركز مع بعض الفلاسيسة النشطة اه مثل الحديد والكروم يتعرف على زيارات التقاصل يتعرف على زيارات كهورا دوائية اه يتعرف على تريد الصفار ده حضير صدوة الغسيل اه حاول اه تتابع اه نظرية اه تنافر لازواج الالكترونية اه ونموذج لويس اه وتقدر تكتب اه الرمز العام اه لاي جزء اللي هي الصيغة العامة ا ا اكس باي ان ا ا اي باي ام عشان تحدد الازواج الالكترونية الحرة والمرتبطة في اي جزء وطبعا تذكر جيدا اه المقارنة ما بين الميسان والاسيلين والاسيتيلين من حيث نوع التهجين اس بي سري في الميسان اس بي تو في الاسيلين اس بي في الاسيتيلين والزوايا طبعا مهمة جدا مية وتسعة ونص في الميسان اه مية وعشرين في الاسيلين مية وتمانين في الاسيتيلين لانه خطي افتكر ايضا الزوايا فيه جزيئات الماء مية وخمسة وفيه آآ النشادر آآ مية وسبعة. وبتمنى ان انتو طبعا ايه آآ تستفيدوا من هذه المراجعة آآ وربنا معاكم وان شاء الله يكون اخر يوم يوم جميل وسعيد علينا وعليكم ان شاء الله ونراكم في العام القادم في السنة والعامة ان شاء الله. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام